السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني متابعيي قناة الشمس لتربية الطيور مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد الذي سوف نتحدث من خلاله ان شاء الله عن طريق التروية الطيور الكوكتيل دون تجويع ودون تأنيف هذه الطيور الدكية والتي تمتاز بحس مرهف ودكية جدا قبل الدخول في الموضوع الرجاء من المشاهدين الذين لم يشتركوا في القناة الاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد اخواني الكرام كما هو معروفة طيور الكوكتيل من البطبغوات الدكية والتي يستطيع الانسان او المربي ترويضها بشكل بشكل تلقائي دون القيام بمجهودات كبيرة بل فقط اتقان طريقة ترويض هذه الطيور اخواني كما تشاهدون فافضل طريقة لترويض الطيور طيور الكوكتيل هي لما يكون فرخ صغير بعمر شهر او خمسة واربعان يوم فنقوم باتعام هذا الفرخ الى ان يصبح بعمر شهرين او شهرين ونصف فبطريقة آلية يصبح هذا الطائر مرودا ويعرف ما مالكه او ما المربي الذي يربيه فيصبح هذا الطائر يعني حيوان او طائر عفوا اليف يحب صاحبه ويلعب مع صاحبه بشكل عادي لكن هناك طيور كوكتيل اخرى كالحالة التي امامنا تكون متوحشة يعني غير مروضة فنقوم فقط باطعام هذه الطيور بهدوء ان تتقوم بوضع الطعام في يدك مثل هذا البيض المسلوك او الحبوب وتقترب الى الطائر بشكل هادئ وتجعله يثق فيك بدون تعنيفه او اي شيء اخر كما تشاهده في الصورة لا اتحرك كثيرا واجعل الطائر يقترب مني الى غاية قيام هذا الطائر بمباشرة الاكل من يدك فعندما يقوم هذا الطائر بالاكل من يدك فانت قد انجست حوالي خمسين بالمئة من هذه المهمة تبقى المهمة الثانية وهي تعويض هذا الطائر على ان يأكل من يدك الى غاية قيامه بالصعود فوق يدك بشكل تلقائي دون ممارسة اي ضغوط على هذا الطائر كما تشاهدون اخواني هذا الطائر غير اليف ولم اقوم بترويده من قبل فاقوم فقط باطعامه وعدم التحرك بشكل كثير بل اجلس في مكاني وانتظره الى غاية ان يتقدم لي ويشرع في الاكل دون ان اقوم بتجويع هذا الطائر الى هنا اخواني